اهلا بكم في حلقة جديدة من شوط اضافي وفي عنوينها قبل مواجهة دور الابطال ميلا يضرب نابولي برباعية مفاجئة في ملعب ديغور ماندو مارادونا وفي الحلقة ايضا اقالتان في يوم واحد تشيلسي واليستر سيتي ينهيان خدمات بوتر وروتجرز وعداد اقالات المدربين في انجلترا مستمر حقق ميلا انتصارا كبيرا على نابولي المتصدر لدوري الايطالي باربعه هدف من دون مقابل على ملعب ديغور ماندو مارادونا ضمن منافسات الاسبوع الثامن والعشرين اهداف ميلا سجلها رافايل الياء وابراهيم دياز واليكس السالي ميكرز رغم الخسارة حفظ نابولي على صدارة الدوري ب71 نقطة في حين يحتل ميلا المركز الثالث ب51 نقطة الصحف الايطالية كيف تحدثت وماذا نشرت بعد هذه القمة نبدأ مع كوريري ديلي سبورت التي عنونت صفعة لنابولي دوري مذهل سباليتي يسقط في المنزل انهيار مفاجئ ميلا يهيمن على مارادونا 4-0 ويحتل الآن المركز الثالث واضفت الصحيفة استعادوا الياء ومع دياز وسالي ميكر زالازوري يدفعون مقابل غياب اسمين بيولي هذه مجرد خطوة اولى سباليتي قصة مختلفة في دوري الابطال اما صحيفة توتو سبورت بدورها عنوانت الياء الاعجازي الشياطين في مارادونا ميلا في اسلوب دوري ابطال اوروبا 4-0 في نابولي ثنائية رافا ودياز وسالي ميكرز الدرس للمتصدر وتحذير لمباراة الابطال الى الجازيتة ديل سبورت التي عنوانت بدورها ميلا مثل الابطال لا يصدق 4-0 في نابولي الآن دوري الابطال سوبرلياو سحر دياز الروسينيري يحذر المتصدر قبل ربع النهائي وذكرت تفاصيل عن خلاف بين مالديني باولو مالديني وسباليتي حدث اثناء المباراة بعد احتفال صاحب الهدفين لياو لميلا احتفاله عندما ذهب الى الجماهير واحتفل بطريقة لم تعجب مدرب نادي نابولي لوتيانوس فاريتي قال بعد المباراة مستوانا كان اقل من المعتاد وميلا حقق اقصى استفادة من الفرص التي اتيحت له واستغل المساحات بذكاء اما عن مواجهة ميلا في ربع نهاي دوري ابطال اوروبا قال لم نحصل على قرعة سهلة البعض قال ان ميلا خصما سهل تجاوزه الان ربما يرى الاخرون الامر بنفس الطريقة التي اراها الان اما المدير الفني لفريق ميلا ستيفانو بيولي فقال بعد المباراة مهما كانت النتيجة ليلة فلن تؤثر على مواجهتي دوري ابطال اوروبا لانها ستكون تجربة مختلفة تماما مضيفا ان نابولي قدم اداء افضل من ميلا بالدوري لكن الاخير فاز بمباراة مهمة لكن الاهم هو الدفع الاخير كي يكون الموسم ايجابيا ميلا يحتاج الى التأهل في دوري الابطال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى انجلترا اعلن نادي تشيلسي عن اقالة مدربه جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الممتاز جعلت البلوز يحتل المركز 11 في سلم الترتيب نشرت تشيلسي بيانا قال فيه ان بوتر وفق على التعاون لتسهيل الانتقال بسلاسة في الفترة التي قضاها مع النادي حيث قادهم الى دور الثمانية بدوري ابطال اوروبا لمواجهة ريال مدريد كما يودت تشيلسي ان يشكر المدرب بوتر على كل جهوده ومساهماته متمنيا له التوفيق في المستقبل كما اشار بيان البلوز الى ان برونو سالتور سيتولى مسؤولية تطريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين مدرب جديد مع الاقالات ايضا اعلن نادي لستر سيتي الانجليزي عن اقالة المدير الفني برندن روجرز على خلفية تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز التاسع عشر اقترابه من الهبوط الى دوري تشامبيونشيب اتولى روجرز تدريب الاستر في فبراير شباط 2019 بعد فترة ناجحة مع سيلتيك الاسكتلندي حيث نال لقب الدوري مرتين والثلاثية المحلية في مناسبتين كما قضى روجرز فريق الثعالب الى لقب كأس الاتحاد الانجليزي لأول مرة في عام 2021 عندما تغلب على تشيلسي في النهائي اضافة الى انهائه الدوري في المركز الخامس في الفترة من عام 2019 حتى 2021 بعد اقالة جراهام بوتر وبرندن روجرز سجل دوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم رقما سلبيا بعدد الاقالات لمدربين خلال موسم واحد اذ ارتفع عدد المقالين الى 12 مدربة اقيل النجم الفرنسي السابق باتريك فيرا بعد تراجع نتائج كريستال بلس وعدم تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية ليتم تعيين روي هودسون بديلا عن نجم الوسط الفرنسي السابق ايضا بعد اقالة الارجنتيني مارسيلو بيلسا تمت الاستعانة بالامريكي جيسي مارتش كمدرب لليتز يونايتد لكن احتلاله المركز السابع عشر في الدوري برصيد 18 نقطة بمعدل 10 هزائم و 6 عدلات و 4 انتصارات جعلت ادارة النادي تستغني عن خدماته بعد اربع سنوات من الاقالات ايضا بعد اروع السنوات قضاها نمساوي رالف هازن هوتل مدربا لساوث هامتون قررت ادارة النادي الاستغناء عن خدمته هذا الموسم بعد احتلال الفريق المركز الأخير وعدم الفوز في 9 مباريات متتالية ايضا بعد التخلي عن البرتغالي نونو سانتو كمدرب لولبر هامتون تعاقدت ادارة الذئاب مع مواطنه برونو لاج الذي احتل المركز العشر في الموسم الماضي الى حين اقالته هذا الموسم حيث حقق ست نقاط فقط من 9 مباريات بواقع اربع هزائم وثلاث تعادلات ثلاثة تعادلات وانتصار واحد فقط ايضا من مسلسل الاقالات في الدوري الانجليزي الممتاز قرر فرانك لامبرد خوض تجربة تدريبية اخرى بعد تجربته الفاشلة مع تشيلسي وهذه المرة كانت مع ايفرتن الا ان نجم البلوز السابق لم يكتب له النجاح ايضا وتمت اقالته بعد تراجع الفريق الى المركز قبل الاخير في الدوري عقب 20 مباراة ايضا انضم ستيفن جيرارد الى قائمة المدربين المقالين هذا الموسم عقب التخلي عنه من قبل ادارة استون فيلا بعد احتلال الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة تعويضه بالمدرب الاسباني اوناي امري ايضا من سلسلة الاقالات التي نذكرها في هذه الحلقة ادت الهزيمة الثقيلة بتسعة اهداف من ليفربول الى الاطاحة بالمدير الفني لبورن موث سكوت باركر من منصبه اذ يصارع الفريق من بعده على البقاء في دوري الاضواء ويحتل حاليا المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة ايضا من الاقالات الكثيرة التي حصلت في الدوري الانجليزي الممتاز حاول المدرب الولزي ناثان جونز انتشال ساوثامتون من مراكز الهبوط وتحسين وضعياتهم في الدوري لانه فشل في ذلك لتتم اقالته بعد هذا الموسم اثراء الهزيمة في تسع مباريات من اصل 14 مواجهة تحت امرته ايضا بعد تصريحات نارية هجم فيها النادي والادارة واللاعبين اقيل الايطالي انطونيو كونتي من تدريب نادي توتنهام رغم وجود السبيرز في المركز الخامس في الدوري صراعه على مركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا اخيرا ايضا تخلت ادارة تشلسي عن الالماني توماس تخيل هذا الموسم رغم جلبه للقب دوري ابطال اوروبا في الموسم قبل الماضي عندما اتى من باريس سان جرمان وعوضته بمدرب برايتون السابق جراهام بوتر الذي اقيل ايضا يوم الامس شهد الموسم الحالي في الدوريات الاوروبية الكبيرة هبوطا حادا في القيمة السوقية لنجوم بارزين بسبب تراجع مستواهم حيث يعد البلجيكي روميو لوكاكو والفرنسي بول بوكبا من ابرز النجوم الذين تهوت قيمتهم السوقية مزيد من التفاصيل نتابعها في المادة التالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لايسا تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وحدهم من يعانون في مبارياتهم الأخيرة ويخسرون كثيرا من النقاط في فرنسا ايضا هناك باريس سان جرمان فريق العاصمة الفرنسية خاسر مباراته الثاني على التوالي في الليج آن على ملعب حديقة الأمراء وهو أمر لا يحدث كثيرا للبي اس جي خصوصا أنه ترافق مع خروج من دور أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي من نفس الدور بعد الهزيمة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونيخ الألماني ودون تسجيل أي هدف ليصبح كريستوف جاليتي في مرمى إيران الصحافة الفرنسية فهو ورغم تصدره بفرق ست نقاط عن أقرب منافسه لأن مجموعة ما خسره هذا الموسم حتى الآن ست مباريات وهو لا يوجد في أي من متصدري الدوريات الخمس الكبرى الذين لم يخسر أحد منهم أكثر من ثلاث مباريات لكن وعلى الرغم من الخسارة والحديث عنها وعن عدم ارتياح ميسي وغياب نيمارا المستمر ومشاكل مبابي واحتمالية إقالة المدرب وكل هذه المشاكل في أرويقة باريس إلا أن هذه اللافتة التي رفعها ألترس باريس خلال لقاء الأمس أمام ليون والتي وجهها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حيث تقول هذه اللافتة كما نشاهد تمر وكوب ماء كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وهي إشارة لقرار الاتحاد الفرنسي لللعبة عدم السماح للعبين بكسر صيامهم إذا تزامن مع خوض المباريات هذا القرار أثار جدلا واسعا في فرنسا نظرا لحساسية هذه القضية في دور كرة قدم يضم كثيرا من اللاعبين المسلمين القصة بدأت عندما أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارا يمنع الحكام من إيقاف المباريات بهدف السماح للعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان حيث تذرع الاتحاد الفرنسي بالقول أن فكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان هي تخالف ربما منطق الأحكام الأساسية وللقوانين الفرنسية لأن الدولة الفرنسية تدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية هذا ما قيل عن هذا القرار أيضا كشف الصحفي رومان مولينا من خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته في يوتيوب قال فيه أن فصريحات ديشان حول ضرورة تأجيل اللاعبين المسلمين صيامهم تخفي وراءها ضغطا وابتزازا على لاعبي المنتخب الفرنسي وخصوصا اللاعبين الشباب على غرار المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 18 عاما وأن أي لاعب يقرر الصيام في رمضان فلن يستدعى للمنتخب أنتوان كومبواري هذا الشخص هو مدرب فريق نانت قال أنا أدعم اللاعبين الذين يصومون لا مشكلة مع الصيام أيام التدريبات لكن في يوم المباراة لا يجب أن تصوم وبسبب ذلك قرر المدرب استبعاد اللاعب الجزائري جوين هاجام بسبب إصراره على الصيام طبعا فريق نانت يضم في صفوفه مهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد ثلاثة لاعبين مسلمين آخرين قال مدربهم أنهم لا يصومون أيام المباريات أما مدرب فريق نيس دي 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 غان فقد تعاطف مع اللاعبين المسلمين وإيد فكرة إيقاف المباريات للإفطار قائلا أنه يدعم اللاعبين المسلمين في نيس ولهم كامل الحرية للتعبير عن معتقداتهم وأوضح أنه وكادر الفريق لا يطرحون أي أسئلة بل يحكمون على اللاعبين من أدائهم فقط وليس بناء على صيامهم من عدمه ناجم المنتخب الفرنسي ونادي برشلونة السابق وكاسديني علق حول القضية وقال في عام 2023 يمكننا إيقاف المباراة لمدة 20 دقيقة من أجل مراجعة قرارات الحكام ولكن يمنع ذلك لمدة دقيقة واحدة فقط من أجل شرب المياه طبعا المباريات تتوقف بشكل كبير أثناء خوضها نتيجة تبديلات نتيجة علاج بعض اللاعبين أو معظم اللاعبين يعني يصابون خلال المباريات تحدث حالات إصابة لثلاثة أو أربعة أو خمسة لعبين خلال المباراة وتتوقف المباراة ويتم تمديد الوقت الأصلي لأوقات إضافية ثلاثة دقائق أربعة دقائق خمسة دقائق لكن الاتحاد الفرنسي لا يريد إيقاف المباراة لدقيقة واحدة أو دقيقتين من أجل شرب المياه في فرنسا على عكس هذا البلد فرنسا فقط قرر الاتحاد الإنجليزي ورابطت الدوري إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان سيتوجب على كل فريق من أندية البريمر ليغ أو الدرجة الأولى ودرجات الأخرى أيضا إبلاغ طاقم التحكيم بوجود لعب أو أكثر صائمين ويحتاجون إلى وقت من أجل الإفطار حتى تتوقف المباراة وقت أذان المغرب وفق بيان لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكورة القدم مع هذه القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية الفرنسية وفي معظم أنحاء العالم انتهت حلقة شوط إضافي دمتم بألف خير اشتركوا في القناة